اشتركوا في القناة وقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بين محمد وعلى الله وصحبه التابعين هذا آخر أسبوع من عام 1432 وسيكون عندنا في ختام هذه السنة كتاب الوجيز للواحد نقرأ مقدمته ثم سنقرأ بعده مقدمة الراغب والأصفهاني بذن الله تعالى وكان من الأولى أن نقرأ مقدمة الراغب قبل ذلك لأنه توفي في بداية القرن الرابع لكني تركته إلى هذا الوقت لأن الآن المشتهر أنه توفي بعد الخمسمائة فتركته إلى هذا الوقت لهذا السبب وإلا فإن التحقيق أنه توفي في بدايات القرن الرابع ولعله يأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا حينما نتكلم عن مقدمة الراغب الأصفهاني فنبدأ الآن بمقدمة الواحد في آخر كتبه وهو كتاب الوجيز نعم الوجيز نعم تفضل إشارة عبد الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحد في مقدمة كتابه الوجيز بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل ربي بك أستعين أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من نيسابور قال أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه قال الحمد لله الكريم بآلائه العظيم بكبريائه القادر فلا يمانع والقاهر فلا ينازع والعزيز فلا يضام والمنيع فلا يرام والمليك الذي له الأقضية والأحكام وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا محمد النبي خير الوراء وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى من بلج الليل عن الصباح وناد المنادي بحي على الفلاح وسلما كثيرا أما بعد فإن لكل زمان نشوى فإن لكل زمان نشوى ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر همامهم وأفهامهم ومددهم في العمر وأيامهم وفيما سلفا من الأيام وخلا من الشهور والأعوام كانت الهمم إلى العلوم مصروفة والرغبات عليها موقوفة يتوفر عليها طلاب المراتب في الدنيا والراغبون في مثوبة العقباء ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة ذلك قضاء الله مبرم ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم بانتزاع العلم وقبضه فيما أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي رضي الله عنه قراءة عليه في شهور سنة تسع وأربعمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ المعروف بابن الأخرم قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهابي قال حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول وانقرض زمان العلم وخمدت جمرته وهزمته كرة الجهل وعلت دولته ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجتابها ونتدرعها وعليها من حال فإني كنت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الفكرة التي يطرح المؤلف هنا سبقا طرحها هو وغيره في أن كل عالم أو كثير من العلماء ينتقدون عصرهم بنظوب العلم وعدم ارتفاع همم طلبة العلم لطلبه وهذه بالحقيقة مسألة يجب أن نعلم أنها سنة كونية ولا حاجة لنا بأن نشتكي من الزمان دائما في أنه لا يوجد طلاب علم فهذا الدين قد تكفر الله سبحانه وتعالى بحفظه وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم ولو نظرنا إلى الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ونظرنا في من فاقهم في العلم وكان معروفا به لو وجدنا أنهم نزر قليل فإذا هذه قاعدة العلم فلا يطلب من المسلمين كلهم أن يكونوا طلابا للعلم ولم يطلبه الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته فكيف يطلبه في غير وقته وهو صلى الله عليه وسلم الذي تأخذ عنه مثل هذه المناهج ولهذا أنا لا أحبذ مثل هذه الأمور التي تكون مخالفة للسنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى فالدين دين الله وهو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم فيما يصلح لدينه ولهذا لم يربطه ببشر حتى شخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط الدين به وإلا لظل الناس بعده كلهم ونحن نعلم أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق فإذا مثل هذه الأمور يحتاج أخذها بالاعتدال يحتاج أخذها بالاعتدال ويعلم أن العلم ليس لازما لكل المسلمين أن يكونوا فيه وكذلك أنه سيحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى هذا باختصار ما يتعلق بهذه الفكرة ولي أني لاحظته هذا المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي كتاب آخر سبق من قرأنها له لا أدري أو البسيط أو الوسيط ذكر هذه المشكلة وكذلك ذكرها غيره من العلماء وقد سبق نباتكم إلى كلام لسفيان الثوري أو ابن عيين لا أذكر أنه خرج إلى حلقته وإذا الناس مجتمعون ينتظرونه لإملاء الحديث فقال لتلميذ الله يسمى أبو محمد أرأيت هؤلاء قال فثلث يذهبون يعني ثلث أصلا يذهبون يتركون العلم ينشغلون انشغالا تاما عن العلم وثلث ينشغلون ويتعلقون بشيء من العلم وننقل لعباراته بالمعنى وثلث يبقون هذا الثلث الآن الذي يبقى لطلب العلم ثم قال وقل ما ينجب من الثلث يعني الذي ينجب من الثلث الباقي الحريص على العلم قليل فإذا هذه هي سنة العلم فالأولى أن نأخذ الأمور بالاعتدال ولا نحتاج فيها إلى مثل هذا التشاؤم أو النقد لأهل الزمان وانظروا هل خل العلم يوما في ديان المسلمين حتى ما يسمى بعصور الانحطاط اقرأ في تراجم ستجد علماء كبار ومؤلفات كبار والدين باقي الله الحمد المنى فلا خوف عليه من مثل هذا الكلام نعم رسال الله إليكم فإني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلتها ومواجبا من حق النصيحة لكتاب الله تعالى تحملتها ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصر الرغبات منخفض الدرجات أولو البضاعة المزجات إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفضه وأصحابه نعم هذه الطبقة التي يذكرها هي طبقة عامة المسلمين وهم الأغلب فالنزول إلى رغبتهم لا شك أن فيها خير في أن يوصل علم كتاب الله وفهم معانيه إلى هذه الطبقة وإلا لو بقي في كتابه البسيط الذي أشار إليه هنا وكتب فيه لم استفاد منه هؤلاء فولما كتب لهم هذا لا شك أن فائدتهم بالنسبة لهم ستكون أكثر من فائدتهم من البسيط والبسيط الذين يستفيدوا منه قليل وهذا الذي يستفيد منه أكثر ولهذا من الاعتدال كما قدوا لكم أن توازن الأمور بعمومها فهؤلاء لهم حق على العالم أن يكتب لهم مثل ما فعلها الواحد وطلبة العلم لهم حق أيضا على العالم أن يكتب لهم وهذا كتاب أنا فيه نازل إلى درجة أهل زماننا تعجيلا لمنفعتهم وتحصيلا للمثوبة في إفادتهم ما تمنوه طويلا فلم يغني عنهم أحد فتيلا نعم أيضا نفس القضية التي ذكرها كونه نزل إلى درجة أهل زمانه لأنه اشتكى منهم هو ثم ادعى أنه نزل إليهم ما هذه الشكوى موجودة أو أهل الزمان الذين كانوا عنده هم في كل عصر لم يتغيروا وهم بحاجة إلى فهم معنى كلام الله بأيسر طريق ولهذا نحن نقول اليوم إن من استطاع أن يوصل فهم كتاب الله بالوسائل المعاصرة خصوصا أنها كثرت فهذا أيضا خير وبركة نعم وتاركم ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو من هو في مثل درجته كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه وهذا حين أفتتحه فأقول قوله تعالى انتدى بالتفسير طبعا الآن ذكر منهجه العام أنه إذا كان في الآية اختلاف فإنه يترك جميع الأقوال إلى قول ابن عباس إذن منهجه هنا اعتماد تفسير ابن عباس طبعا لا نستطيع أن نعرف أن هذا قول ابن عباس أو ليس قوله إلا بالموازنة بكتب التفسير الأخرى ومعرفة الروايات أو من هو في مثل درجته ولم يبين مقصوده بالدرجة المقصود بالدرجة الصحبة أو المقصود بالدرجة العلم فإن كان الصحبة فمعنى ذلك أنه سيكون قول ابن عباس أو قول واحد من الصحابة إلا من يوجد لبن عباس قول وهذا قليل أن لا يوجد لبن عباس ويوجد لصحابين آخر وإن كان بالرتبة فكأنه يشير أنه يمكن أن ينزل إلى التابعين خصوصا من كبار أصحاب ابن عباس وذكر أيضا أنه سيترجم عن اللفظ العويس بأسهل منه يعني اللفظ اللي يكون صعب في المعنى بلفظ أيسر منه ليوصل المعنى فإذا المقصود من هذا الكتاب هو إيصال المعنى بأيسر عبارة إيصال المعنى بأيسر عبارة يعني هذه قاعدة هذا التفسير ولهذا هذا التفسير من وجازته أحيانا أنه بحاجة إلى إضافة ليكتمل المعنى ليكتمل المعنى ولعلنا إن شاء الله يعني في ما يتعلق بمقدمة الراغب أشير إلى بعض القضايا التي لها علاقة بهذا الكتاب لأن هذا الكتاب مثلا إذا رجعنا إليه في مثل قوله النازعات غرقة يقول الملائكة فقط لكن لم نفهم نحن الآن معنى النزع ومعنى الغرق هذا أو النازعات غرقة فيبيحاجة إلى بيان فهو ترك مثل هذه الأشياء ويبيحاجة إلى بيان وعلنا إن شاء الله نأتي إليها في الكلام عن المعنى اللغوي والمعنى السياقي بإذن الله تعالى وننتقل الآن إلى تفسير الطبري بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن جرير في تفسير قراءة على الشيخنا رفع الله قدره ونفع به وغفر له ولوالديه والمسلمين قال الإمام رحمه الله تعالى تفسير سورة البلد القول في تأويل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللبدا أيحسب أن لم يره أحد يقول تعالى ذكره اقسم يا محمد بهذا البلد الحرام وهو مكة وكذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين في قوله لا أقسم بهذا البلد يعني مكة وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد قال مكة وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد قال الحرام وساق بإسنادي عندنا مكة عندك الحرام ماشي أحسن الله إليك وساق بإسنادي عن منصور عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد قال مكة وساق بإسنادي عن معمر عن قتادة لا أقسم بهذا البلد قال البلد مكة وساق بإسنادي عن عبد الملك لكن عن عطاء في قوله لا أقسم بهذا البلد يعني مكة وسق بإسنادي قول ابن زيد في قول الله لا أقسم بهذا البلد قال مكة نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد مكية وسيأتي لهذا النوع من علوم القرآن أثر فيما يتعلق بقوله أن تحلم بهذا البلد والسور المكية كما هو معلوم طبعا لها موضوعات تطرقها في الغالب وهذه السورة قد طرقت ما تطرقه غالب السور المكية والإنسائتين أيضا فيها لفظ عام وهو الإنسان وهل المراد بالإنسان الإنسان عامة أو الإنسان الكافر كما سيتإن شاء الله تفصيله وعلاقته أيضا بقضية العموم والخصوص إن شاء الله تعالى في قول لا أقسم بهذا البلد كما قال الإمام الطبري لا أقسم بمعنى أقسم وتكون لا للتأكيد تكون لا للتأكيد وسبق الكلام على هذه في قول لا أقسم بيوم القيامة وسبق أيضا الاستدلال بكون لا هنا للتأكيد لتأكيد القسم وليست للنفي وهو قول آخر في معنى لا أقسم بقول سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة يصحيح القراءة الأخرى السبعية لا أقسم بدون الألف وكذلك قول سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم ثم قال وإنه لقسم فجعل قوله لا أقسم جعله قسم فهذه بعض الاستدلالات في أن تكون لا أقسم بمعنى أقسم وهذا الذي عليه جمهور المفسرين هذا المفتتح أو المبتدأ في قوله لا أقسم بهذا البلد إذا نظرنا إلى القرآن على أنه أحكام وأخبار على أنه أحكام وأخبار فهذا يدخل في قسم الأحكام أو في قسم الأخبار في قسم الأخبار بمعنى أنه الآن إذا قلنا القرآن إما أن يكون حكما أمرا فقهيا يعني إما يكون أمر أو نهي يعني بمعنى طلب شيء أن يفعل الإنسان يفعل كذا أو لا تفعل اللي هي مدار الفقه وإما أن يكون بخلاف ذلك وهو الخبر وليس المراد لكلام عن الجملة الخبرية والجملة الانشائية عند البلاغيين والمراد النظر الآن إلى هذه الجملة إذن هذه الجملة هي مفتتح خبري في قول لا أقسم بهذا البلد وليست من آيات الأحكام قوله سبحانه وتعالى لا أقسم بهذا البلد هل يحتمل البلد غير مكة؟ لو كانت أيضا مكية لفظة البلد هنا البلد الآن هل هو لفظ خاص أو لفظ عام؟ من حيث هو من حيث هو عام لكنه الآن عام ونريد بهيش؟ الخصوص ويزيد تخصيصه والبيانة على الخصوص قوله بهذا يعني الإشارة تدل على التعيين فلما قال لا أقسم بهذا البلد إذن هو يقصد بلدا محددا يقصد بلدا محددا ولهذا هذا الخطاب أو نقول نمكن نقول أنه من الخطاب الخاص يعني أن هذا البلد خاص لا يحتمل إش التعميم وأيضا لا يحتمل التنويع لأن المراد لا أقسم بهذا البلد بعينه فما هو هذا البلد؟ كما ذكر إجمع المفسرين أنه مكة وقد حكى أو نص على الإجماع الواحد في كتابه البسيط بعض من يعنى بجمع الأقوال مثل ما وردي جعل في الآية قولين القول الأول مكة والقول الثاني الحرم أو الحرام والتي قد تكون رواية موجودة عن مجاهد ذكرها قبل قليل الأخ بدر في بعض النسخ عند الطبري لكن هل هناك فرق بين مكة والحرم؟ أو الحرم؟ ليس هناك فرق في النهاية بينهم تلازم فإذن تعديد الأقوال في مثل هذا المقام تعديد الأقوال في مثل المقام ليس بصحيح إنما في النهاية هما متلازمان ويعودان إلى قول واحد لكن نرجع إلى قضية مهمة جدا وأننا هل ننتقد الماوردي في إراده مثل هذه الأقوال بهذه الطريقة الجواب ننظر أولا إلى منهجه إن كان منهجه قائما على إدخال الأقوال بعضها ببعض فهن يمكن أن ينتقد ويقال إنه خالف منهجه وإن كان من منهجه تعديد الأقوال إذا اختلفت عباراتها فنقول هذا منهجه فلا يترب عليه في ذلك لأنه هذا ما اشترطه هو في نفسه لكن الأولى أن تجمع الأقوال التي تكون تحت معنى واحد ولا تعدد هذه الأقوال بحيث يظن أنها أقوال يعني أقوال مختلفة وإنما في النهاية تأول إلى معنى واحد ولهذا رجعتم إلى كتاب موافقات في كتاب الإجتهاد عند الشاطبي ذكر فائدة جميلة لما ذكر قال ومن الخلاف ذكر خلاف على ضربين قال ومنه يعني من الخلاف ما لا يعتد به ثم ذكر أمثلة أغلب هذه الأمثلة من القرآن يعني تفسيرية وذكر منها هذا النوع الذي تقول فيه الأقوال إلى معنى واحد هذا لا يعد في النهاية خلافا فهو يقول إلى معنى واحد ولهذا يمكن أن نقول أجمع المفسرون على أن البلد هنا هو مكة يعني أجمع المفسرون على البلد مكة لم يقع خلاف بين المفسرين للمتقدمين والمتاخرين أن المراد بالبلد مكة وهنا أيضا الإقسام بالبلد أيضا لشرفه ولحرمته ولعظيم أمره عند الله سبحانه وتعالى ولو نظرت إلى خصائص هذا البلد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن ستجد أن الله سبحانه وتعالى جعلها بلدا آمنا بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي كذلك قبل ولكن أضيفة له دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن أمنها أنه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها القضايا المعروفة في الحرم يعني اللي هي أحكام الخاصة بحرم مكة الأحكام الخاصة بحرم مكة فلعظمها أقسم الله سبحانه وتعالى بها حسن الله إليك وقوله وأنت حل بهذا البلد يعني بمكة يقول جل ثناؤه لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يا محمد حل بهذا البلد يعني بمكة يقول أنت به حلال تصنع فيه من قتل من أردت قتله وأسر من أردت أسره مطلق ذلك لك يقال منه هو حل وهو حلال وهو حرم وهو حرام وهو محل وهو محرم وأحللنا وأحرمنا وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناد عام العباس من طرق العوفيين وأن تحل بهذا البلد يعني بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم أحل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحي من شاء فقتل يومئذ ابن خطل صبرا وهو آخذ بأستار الكعبة فلم تحل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل فيها حراما حرمه الله فأحل الله له ما صنع بأهل مكة ألم تسمع أن الله قال في تحريم الحرم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يعني بالناس أهل القبلة وساق بإسناده عن منصور عن مجاهد وأن تحل بهذا البلد قال ما صنعت فأنت حل من أمر القتال وساق بإسناده عن سفيان عن منصور عن مجاهد وأن تحل بهذا البلد قال أحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع فيه ساعة وساق بإسناده عن جريل عن منصور عن مجاهد وأن تحل بهذا البلد قال أحلى له أن يصنع فيه ما شاء وساق بإسناده عن سفيانة عن منصور وأنت حل بهذا البلد قال وحلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع فيها ما شئت وساق بإسناده عن زائدة عن منصور عن مجاهد في قول الله وأنت حل بهذا البلد قال أنت حل مما صنعت فيه وساق بإسناده عن عمر عن منصور عن مجاهد وأنت حل بهذا البلد قال أحلى الله لك يا محمد ما صنعت في هذا البلد من شيء يعني مكة وساق بإسناده عن الحارث قال حدثنا الحسن قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وأن تحل بهذا البلد قال لا تؤاخذ بما عملت فيه وليس عليك فيه ما على الناس وساق بإسناده عن سعيد عن قتاده وأن تحل بهذا البلد يقول بريء عن الحرج والإثم وساق بإسناده عن معمل عن قتاده وأن تحل بهذا البلد يقول أنت به حل لست بآثم وساق بإسناده قول ابن زيد في قوله وأنت حل بهذا البلد قال لم يكن بها أحد حلا غير النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان بها حرامة لم يحل لهم أن يقاتلوا فيها ولا يستحل حرمه فأحله الله لرسوله فقاتل المشركين فيه وساق بإسناده عن عبد الملك عن عطاء وأن تحل بهذا البلد قال إن الله حرم مكة لم تحل لنبي إلا نبيكم ساعة من نهار وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله وأن تحل بهذا البلد يعني محمدة يقول أن تحل بالحرم فاقتل إن شئت أو دع نعم هذه الآية حقيقة مهمة يعني فيها مسائل مهمة أيضا منهجية لعنى نطرق لها لاحظوا الآن لا خلاف من خلال ما طرح ابن جرير لا خلاف بين السلف أن قوله أن تحل بهذا البلد أنها تشير إلى تحليل مكة ساعة من نهار للنبي صلى الله عليه وسلم وسبقا ذكرت لكم أن السوريش مكية السؤال الآن أول سؤال ممكن ننتبه له في المسائل العلمية أول سؤال قوله أن تحل بهذا البلد هذا الفهم الذي فهمه على الأقل الصحابة هل فهموه يعني فهموا أن الآية تنطبق على هذا الحدث قبل حدوث هذا الحدث أو بعده وهل يؤثر هذا على المعنى أو لا يؤثر نعم نعم هي مكية وحكمها مدني هكذا يقولون يعني بعض العلماء يقولون مكية وحكمها مدني لم يقع تأويلها إلا في المدينة لم يقع تأويلها إلا في المدينة لكن قد يقع في الذهن السؤال ذكرت لكم قبل قليل أنه لما نزلت هذه الآية وأن تحل بهذا البلد لا لساعدنا تاريخ في فهم الصحابة المثال الآية لكن الذي يريده أنه لا يؤثر على قضية فهم الصحابة لها كونهم فهموها قبل هذا الحدث أو بعدهم لأن كلام السلف كما نلاحظ كله متجه إلى أنها إشارة إلى أنها تحل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار وهذا في تفسير الطبري وكذلك في كتب الآثار إلا أنه ورد رواية أخرى ستأتي بعد قليل عن شرحبيل بن سعد رواية واحدة عن شرحبيل بن سعد مخالفة لهذا المعنى لكن نلاحظ الآن أن الاتفاق السلف على أن هذه الآية يراد بها هذا الحدث فإذا تكون هذه الآية متضمنة لأمر غيبي تكون هذه الآية متضمنة لأمر غيبي يعني إشارة لحدث سيكون ولم يقع بعد لأنه لما نزلت كانت في مكة والإشارة إلى أمور غيبية في القرآن في أحداث للنبي صلى الله عليه وسلم وقعت في أكثر من آية وأيضا وقعت أويل بعضها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعضها قد يكون ظاهر مثل قول سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون هذه واضحة نص وبعضها قد يكون إشارة مثل ما ذكر عمر بن الخطاب يقول لما نزل قول سبحانه وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر سورة القمر ومكية كنت أقول أي جمع هذا قال فلما رأيت رسول الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول في يوم بدر سيهزم الجمع ويولون الدبر علمت أنه هذا اليوم معنى ذلك إذن أن قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر هو إشارة إلى ما سيقع في بدر كذلك في قوله أن تحلم بهذا البلد هو إشارة إلى ما سيكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة هذه مسألة عندنا مسألة أخرى الآن في قول سبحانه وتعالى وأنت حل بهذا البلد فهم السلف سنة العمو خصوصا فهم السلف قبل الآن يعني فهم السلف الآن كما ذكرنا اتفاقهم على هذا المعنى بعض الأقوال المتأخرة ذكرت حل بمعنى حال في المكان حل بمعنى حال في المكان الآن حل بمعنى حال في المكان هل هذا المعنى يقبل أو لا يقبل ولماذا إذا جئنا من جهة اللغة سنجد أن حل بمعنى حال لم يرد في كتب اللغة لم يرد في كتب اللغة يعني في معاجم اللغة لم يرد حل بمعنى حال وأنقل لكم الآن عبارة لأحد يعني العلماء المعاصرين لوطاهر بن عاشور وهو ينتقد هذا المعنى يقول حكى ابن عطية عن بعض المتأولين أن معنى وأن تحلم بهذا البلد أنه حل طبعا ابن عطية توفي سنة 542 وأول من ذكر هذا من المفسرين هو الموردي توفي 450 ثم ذكره أيضا السمعاني ثم أيضا ذكره ابن عطية طبعا من جاء بعد ابن عطية فالغالب سينقل قول ابن عطية يقول أنه حال أي ساكن بهذا البلد قال وجعله ابن العربي قولا ولم يعزه إلى قائل وابن العربي أيضا توفي قريبا من ابن عطية قال وحكاه القرطبي وطبيعا يحكي القرطبي لأنه ينقل عن ابن عطية والبيضاوي أيضا لأنه ينقل عنه كذلك قال والبيضاوي كذلك قال وهو يقتضي أن تكون جملة وأن تحل في موضع الحال من ضمير أقسم فيكون القسم بالبلد مقيدا باعتبار كونه بلد محمد صلى الله عليه وسلم قال وهو تأويل جميل لو ساعد عليه ثبوت استعمال حل بمعنى حال أي مقيم في مكان فإن هذا لم يرد في كتب اللغة الصحاح واللسان والقاموس ومفردات الراغب ولم يعرج عليه صاحب الكشاف ولا أحسب إعراضه عنه إلا لعدم انثقته بصحة استعماله وقال الخفاجي الشهاب في حاشيته قال والحل صفة أو مصدر بمعنى الحال هنا على هذا الوجه قال ولا عبرة بمن أنكره لعدم ثبوته في كتب اللغة والآن الخفاجي واضح أن هناك من اعترض على هذا المعنى لكونه لم يثبت في كتب اللغة قال للطاهر وكيف يقال لا عبرة بعدم ثبوته في كتب اللغة وهل المرجع في إثبات اللغة إلا كتب أئمتها يعني لاحظ الآن هذا النقاش العلمي مهم جدا سؤال الآن يرد على كلام الطاهر رحمه الله تعالى وكذلك الذي اعترض على الخفاجي أو الاعترض ذكره خفاجي بالفعل هل يلزم أن تكون جميع المعاني مقيدة في كتب اللغة بمعنى أنه ألا يمكن أن نجد معنى لغوي في غير كتب اللغة لم تنقلها المعاجم الجواب نعم لكن صحيح قليل لكن نعم قد يوجد بمعنى أنه إذا رجعنا إلى دووين اللغة القديمة سواء من شرح كتب الغريب غريب الحديث أو شرح الأشعار أو أيضا من كلام المتقدمين قد نجد من المعاني ما لم تستوعبه معاجم اللغة لكنه في النهاية ماذا قليل وأقصد من ذلك أنه لا يكفي في إنكار ثبوت اللفظ من جهة اللغة عدم وجوده في معاجم اللغة لكن إذا أثبت المثبت وجوده في دووين أهل العلم المتقدمة فنعم فإذا لابد من الإثبات لكن إذا ثبت فلا يرد لكونه لم يرد في دووين في معاجم اللغة وهذا المقصود إذا لابد من ماذا؟ من الثبوت عندنا مسألة أخرى بعد ذلك لو اتفقنا على ثبوته يعني نقول ثبت عندنا أن نحل بمعنى حال السؤال الذي يرد أيضا ومنهج مهم جدا لكي نفهم الإشكالية التي سترد وهي التي وقعت فيها عائشة بنت الشاطي لما تعرضت لهذه الآية واعترضت على تفسير السلف وأنكرته وأبطلته وادعت أنه لا يستقيم وكذلك غيرها يعني أيضا ذكروا هذا وبعض من فسر هذه الآية أعرض عن تفسير السلف هذا لكن نأتي الآن إلى حل بمعنى حال هل هذا من المعاني الغريبة والقليلة التي لا يمكن أن يدركها أمثال ابن عباس ومجاهد والحسن البصري وغيرهم؟ الجواب نعم الجواب لا فكونهم يعرضون كلهم عن هذا المعنى الذي هو في الحقيقة لو كان ثابتا لكان أقرب المعاني وأظهرها في النفض فتركهم فلو كان الطاهر رحمة الله أضاف هذه الفائدة والمهمة منهجية تركهم لهذا المعنى مع ظهوره وعدم إشارتهم إليه بأي وجه من الإشارات يضعف القول يعني عدم إشارتهم بأي وجه من الإشارات يضعف القول في ذن قوله وأنت حل بمعنى حال مقيم أيضا يضعف من هذه الجهة لو ثبت إعراض المتقدمين من الصحابة والتابعين واتباعهم عن هذا القول مع ظهوره وبروزه طيب فإذن الآن نحن بحاجة إلى تأسيس قضية المنهج في كيفية الاعتراض والرد على مثل هذه الأقوال فإذن الآن اعتراض مثل عائشة من تشاطي أو غيرها على كلام السلف وأنه لا يساعد عليه السياق أو لا تساعد عليه اللغة هذا ليس بصحيح لأن هؤلاء هم المرجع الذين نقيس عليهم فهمنا نحن لكلام الله وكذلك فهمنا لكلام العرب لأنهم ابن عباس في النهاية عربي وكذلك الحسن البصري الحسن البصري من من تأخذ منه اللغة فكيف يقال إن فهمه لا يحتج به أو أن فهمه ليس بصواب وليس عندنا كما لاحظتم الآن في التفسير إلا هذا الفهم الآن الذي يكاد يكون متفق عليه إلا الفهم الذي سيأتي بعد قليل فإذن هذه أيضا قضية منهجية نحتاج إلى أن ننتبه لها المسألة الثالثة في قول شرحبيل بن سعد شرحبيل بن سعد نقل قوله الثعلبي ثم تنقل بعد الثعلبي يقول شرحبيل بن سعد قال يحرمون أن تقتلوا فيها صيدا أو يعرض بها شجر وتستبيحون ويستبيحون إخراجك وقتلك يحرمون أن يقتلوا بها صيدا أو يُعرض بها شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك لاحظ الآن المعنى اختلف وأنت حل أي حلال دمك عند أهل مكة فاختلف المعنى هناك وأنت حل حلال لك هنا جعلها وأنت حل أي حلال دمك فاختلف إذن إيش المعنى طيب هذا المعنى الآن هل هو صحيح من جهة الواقع أو ليس بصحيح هذا صحيح من جهة الواقع لأنهم أحلوا دمى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على قتلي وكذلك اتفقوا على أخراجه وكذلك اتفقوا على أذيته فإذن هذا المعنى من حيث هو صحيح فإذن الآن إذا أردنا أن نوازن بين المعنيين المعنى الأول والمعنى الثاني هل يصح لنا أن نقدم قول شرحبيل بن سعد على قول هذه الجماعة من جهة المنهج العلمي لا يصح إذن درجة قول شرحبيل بن سعد ثانية وليست أولى إذن المنهج العلمي الآن أننا حينما نأتي إلى أقوال السلف المتكاثرة هذه في معنى حل أن نقول المقدم في التأويل المقدم في التأويل حلال لك تصنع فيها ساعة من نهار كما حل الله سبحانه وتعالى ولكن هذا القول لا يمكن أن يكون في صف القول الأول ويبقى الآن أيضا سؤال آخر هل يمكن أن يجتمع القولان معا هل يمكن أن يجتمع القولان معا أن نقول وأنت حلم بهذا البلد هذه من الألفاظ المتواطئة التي تصدق على هذا وعلى ذاك فإن صح فإن صح هذا وصح اجتماعهما فيكون المقدم في التأويل هو الأول وذاك محتمل في التأويل يكون محتمل في التأويل أما القول الثالث الذي لم يذكر إلا متأخرا فهذا الذي يمكن أن يرد ويقال إنه ليس بصحيح مثل ما فعل الطاهر بن عاشور في رده واضح هذا؟ نعم لا ما علي إثم لكنه خالف المنهج العلمي يعني هذا المخالف المنهج العلمي ولذلك لماذا أقول لماذا نقول هذا لأنه الآن حينما نأتي إلى التفاسير هذه ليس المسألة الآن قول كثرة وكثرة هو مسألة قول جماعة ووحد يا أخي الكريم أفجيد يعني كون يقول حجة مكية والرسول عليه السلام كان هل دم في مكة هل غفل ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وضحاك غفلوا عن هذا المعنى ما غفلوا فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الاعتبار وأنا بيود أن ننتبه إلى قضية مهمة جدا مدام الأخطرح هي مسألة مهمة في قضية العقول بمعنى أننا حينما نأتي إلى قول من أقوال المفسرين المتقدمين من الصحابة والتبعين وأتباعهم يجب أن ننظر إلى القول هذا الذي قيل أنه مر على عقل هؤلاء وما استشكلوا مثل ما نستشكله نحن وما يدول على أن المشكلة لست عندهم مشكلة عندنا نحن وهذه قاعدة منهجية تنتبهون لها حينما يستشكل مثل ما استشكلت كما ذكرت لكم بنت الشاطئ على السلف هذا التفسير أو استشكل ابن عباء أبو حيان على تفسير ابن عباس وغيره في هم يوسف عليه الصلاة والسلام وقال أنه لا تساعد عليه لغة العرب أو غيرها ليست المشكلة في كلام ابن عباس وفي كلام مجاهد وسعيد ابن جبير ليست المشكلة هنا المشكلة عندنا نحن أننا لم نفهم كلامهم وهذه منهجية مهمة جدا أن ننتبه لها في تأسيس المنهج الذي الصحيح في العلم عموما وما دمنا في التفسير الآن كما نلاحظ الآن نحن نبحث الآن عن ما هو القول المقدم ثم الأقوال الأخرى هل ممكن أن تدخل مع القول المقدم أو هي ضد له فهل لا بد من تأسيس بهذا الطريقة وإلا إذا أخذنا نحو المسألة مثل ما يعني بعض المعاصرين لما يأتي إلى التفسير ما يكون عنده قواعد علمية مؤسسة في هذا الأمر فيقرأ فما يستهويه في لحظته يقول به يعني ما يستهويه في لحظته يقول به وهو يظن أنه على علم ولكنه ليس كذلك بمعنى أننا إذا نحن بحاجة إلى أن يكون عندنا تنبه لقضية تأصيل وتأسيس الذي يريد أن يتكلم في علم ما يعني يريد أن يتكلم في علم ما وإلا لو أنت نظرت إلى قضية العقل المجرد هذه وما يستهويه العقل ويستملحه ستجد نفسك أنت قبل خمس سنوات كان قول من الأقوال عندك هو القول اليقين الذي لا يخالف فيه وكأنه الشمس في رائعة النهار ثم بعد فترة ظهر لك من العلم ما أرعف هذا القول الذي كنت ترى أنه هو القول الصواب أنت في نفسك ما في واحد مننا إلا وعنده هذا الأمر ما يمكن في طلب العلم إلا يوجد عند العالم أقوال كان يقول بها وكأنه لا يجوز نقضها وكأنها في رتبة العليا من الصحة وإذا بها تكون عنده فيما بعد ليست كذلك فإذا كان حالك هذا وأنت تراه فإذن يجب أن يكون عندك نظر في المنهج والتأسيس والمشكلة عندنا في مثل هذا ولذا كما قلت لكم سابقا يخرج بدون طبعا ذكر أسماء يعني يخرج بعض الناس الذين يكون لهم أثر على عامة المسلمين وينفعونهم ولكن المشكلة عندهم أنهم لم يتأسسوا تأسيسا علميا في هذا العلم يعني لهذا العلم له منهجه له أصوله فيتكلمون بما يظهر لهم ظن منهم أنهم قد وصلوا فيه إلى مرتبة التحقيق ولكن من يعلم في التفسير ويكون من المحققين يعلم أن هذا ضعيف في أدائه حتى وإن أفاد الناس يعني فادت الناس شيء وكونوا يتأسس بهذا الشيء يجب النفصل بينهما يعني كونوا يفيد الناس الحمد لله نفرح بهذا لكن مسألة في هل هو متقن لهذا العلم أو ليس بمتقن فهذه قضية مهمة ولذا أقول لكم وتنتبهوا أننا إذا لم نتأسس في أي علم من العلوم فقضية استملح بعض الأمور أو كذلك كون عقلي يقبل هذا الأمر ليس هذا دليلا على الصحة ليس دليلا على الصحة ومع تراكم الزمن مع تراكم الزمن الذي يقع ما هو الذي يقع تراكم الجهل بالأصول تراكم الجهل بالأصول فإذا جئت تريد أن تنبهه على خطأه وإذا أنت أمام تراكم تحتاج إلى وقت طويل لكي تنبهه على الإشكالات التي عنده وإذا بها يبنى بعضها على على بعض فهذه قضية لعل الله سبحانه وتعالى أن يسر أنه يكتب فيها لأنه مهمة جدا ليست في علم التفسير فقط في جميع علوم الشريعة يعني في جميع علوم الشريعة يعني أحيانا الواحد كلمة أو تخطر في نفسه خاطرة كذا في آيات الله فيكتبها وهو في تلك اللحظة يحس أنه قد حصل على كنز العظيم وإذا بها يعني ليست بذاك بل يعني فائدة مهترئة لا ليس لها يعني أقدام ولا شي فلكن ما هي المشكلة المشكلة في التعلمنا نحن يعني الخلل عندنا نحن طيب نعود الآن إلى الآيات في قوله وأنت حل بهذا البلد قوله وأنت حل هل هذه الآية خاصة أو عامة خاصة واضحة الخصوص ولا لا يعني لا تحتمل العموم بأي وجه يعني هذه الآية لا تحتمل العموم بأي وجه ما يصلح فيها التعميم وأنت أي محمد صلى الله عليه وسلم حل حلال لك أن تفعل فيها ما تشاء ساعة من النهار كما حدث في فتح مكة فإذا هذه من الآيات الخاصة التي لا تصلح للتعميم مطلقا واضح فإذا عندنا لا ما نتكلم عن العموم والخصوص ستكون هذه الآية من آيات الخصوص وفي آيات مشابهة لها في حال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحل بهذا البلد أيضا تكرار البلد في قول لا أقسم بهذا البلد وأن تحل به هذا أسلوب من أسلوب العرب يعني إعادة الضمير إلى الظاهر لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد إعادة الظاهر مرة أخرى ويقام مقام المضمر لأن عادة العرب إذا ذكرت الشيء أن تعيده مضمرا هذه الجادة لكن إذا أعادته مظهرا مرة أخرى فيكون لنكته ولفائده يعني هناك فائده أو نكته مرادة في إعادة الظاهر بدلا عن المضمر نعم وقوله ووالد وما ولد يقول تعالى ذكره فأقسم بوالده وبولده الذي ولد ثم اختلف أهل التأويل في المعنى بذلك من الوالد يوم ما ولد فقال بعضهم عني بالوالد كل والد وما ولد كل عاقر لم يلد ذكره من قال ذلك وسقى بإسناده عن كلمة عن ابن عباس في ووالد وما ولد قال الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يولد له وسقى بإسناده عن أكرمة عن ابن عباس ووالد وما ولد قال العاقر والتي تلد وسقى بإسناده عن أكرمة ووالد وما ولد قال العاقر والتي تلد وسقى بإسناده عن ابن عباس من طريق العوفيين ووالد وما ولد قال هو الوالد وولده وقال آخرون عني بذلك آدم وولده ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وولد وما ولد قال الوالد آدم وما ولد ولد وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله ووالد وما ولد قال ولده عندنا قال آدم وما ولد قال ولده في سقط في المطبوع نفس الرواية السابقة أحسن الله إليك وسق بإسناده عن سعيد عن قتاده قال عن سعيد عن قتاده ووالده وما ولد قال آدم وما ولد وسق بإسناده عن معمل عن قتاده ووالد وما ولد قال آدم وما ولد وسق بإسناده عن ابن أبي خالد عن أبي صالح بقول الله ووالد وما ولد قال آدم وما ولد وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ووالد وما ولد قال الوالد آدم وما ولد ولده وساق بإسناده عن سفيان في قوله ووالد وما ولد قال آدم وما ولد وساق بإسناده عن اسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح في قوله ووالد وما ولد قال آدم وما ولد وقال آخرون عني بذلك إبراهيم وما ولد ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن جعفة بن سليمان قال سمعته بعمران الجوني يقول ووالد وما ولد قال إبراهيم وما ولد والصواب من القول في ذلك ما قاله الذي قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده لأن الله عم كل والد وما ولد وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر العقل ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه فهو على عمومه كما عمه نعم الآن قول سبحانه وتعالى ووالد وما ولد ذكر فيها ثلاثة أقوال أنه عام في كل والد وما ولد أو الوالد وضده له العاقر أو أنه إبراهيم أنه آدم وذرية أو إبراهيم وذرية ويسكن أربع أقوال ثلاثة أذكر الأول ما هو الوالد وضده يعني نعم والثاني آدم وولده نعم وذرية أو إبراهيم وذرية وماشي نعم طيب الآن قبل ما نبدأ في قوله ووالد وما ولد الآن في قوله ووالد وما ولد الأقوال كلها متجهة إلى تخصيص المعنى بنوع من الوالدين والمولودين ولا لا بمعنى أنهم قلنا والد وما ولد لما قال طبري أنه العموم هل مراد كل من فيه صفة الأولادة فسيدخل غير بني آدم ولا لا لكن المفسرين لم يعرجوا على هذا لا المتقدمين ولا غيرهم فبدل على ذلك أن هذا الآن في قوله ووالد وما ولد أخذ فيه العرف يعني العرف اللفظي الآن هنا بمعنى أن المراد به بن آدم ولو قلت أيضا بأنه من العام الذي روده بالخصوص لصح من هذه الجهة أنه ليس المراد به أي كائن يلد وإنما المراد به نوع منهم المراد به نوع منهم فإذن هذا واضح ما نحتاج به إلى أي طالة نعم الإنسان نعم يوقع عندنا الآن في الإنسان إذا كان هو الإنسان فمن قال إن المراد الوالد والمقابل له للعاقر هل يخالف من قال إنه آدم وذريته أو يمكن أن يجتمعان من جهة يعني فيهم تداخل ولا لا لأنه قلنا والد وما ولد عام ففي ذرية آدم من هو والد ومن هو عاقر فيدخل فيه معنى ووالد وما ولد يعني في ذرية آدم من هو والد ومن هو عاقر فيدخلون في آدم وذريته وإذا عكسنا أيضا والد وما ولد سيدخل فيه كل ذرية آدم لأن من ذرية آدم من هو والد ومن هو عاقر فإذا بين القولين نوع من ماذا من التلازم لكن يحتاج إلى فك بهذه الطريقة فإذا كأن القول الأول والقول الثاني في النهاية كأنهما متداخلان لكن لو كان الآن اللي سبق ذكرتكم قبل قليل أن المراد صفة الولادة بغض النظر عن الجنس فهنا بيختلف لكن مدام الآن كله في جنس الإنسان فليس بين هذين القولين اختلاف في النهاية إنهم اختلاف في العبارة وإنما المعنى والمؤدى واحد في النهاية إن قلنا آدم وذريته أو قلنا الذي ولد والذي لم يولد لكن من قال إنه إبراهيم سيكون الأمر أضعف لماذا؟ لأن من قبل إبراهيم خرج عنه عن القسم يعني أقسم بإبراهيم ومن بعده وفقط ذرية إبراهيم إذ كن إبراهيم ونسله فقط وبعضهم فسرين أيضا ذهب إلى أنه إبراهيم ونسل إسماعيل فقط لكن ليس هناك دليل لأن اللفظ قال ووالد وما ولد إذا قلنا وإبراهيم وولده فلا يمكن إخراج أبناء إسحاق من هذا لأنه يشملهم قوله ولد إذا كان مراد به إبراهيم يكون من أي أنواع العموم العام الذي يريد به الخصوص لأنه والد وما ولد عام فتخصيصه بإبراهيم يكون من العام الذي يريد به إيش الخصوص نعم ما ولد يعني ما نافية تكون ما ولده الذي لم ي الذي نعم تكون نفي جاز هنا هكذا فهمه وتكون نقول منهج اللغة يحكم يحكم لهؤلاء باللغة وبناء عليه نقول يجوز إنه هذا المنهج يكوننا الآن نؤسسه قبل قليل ما نافية نعم نعم ما بمعنى لم طيب إذن الآن إذا قلنا إبراهيم سيكون عندنا أنه عام أريد به إيش الخصوص لو تأملتم الآن البلد باتفاق كما قلنا إجماعا على أنها مكة وأنت حل بمكة يعني حلال وكان صعفيها ما تشجع ثم قال ووالد وما ولد الآن لو نظرنا إلى السياق نظرنا إلى السياق أقرب أقرب الأقوال إلى السياق ما هو لا إبراهيم لعلاقته بالبيت من هذه الجهة وهذه علاقة إبراهيم بالبيت جعلت بعض المفسرين يرجح أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما ذهب إليه الطبري ذهب إلى ماذا إلى العموم ويمكن أيضا أن نقول آدم أيضا له علاقة بالبيت من جهتين أولا ما ورد في الآثار من أن آدم عليه الصلاة والسلام يعني بنى البيت وبناه على قواعد على وزان البيت المعمور وطاف به هو وبنه ثم زال بعد الطوفان إلى أن جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعاده إلى قواعده وأيضا أن البلد أم القرى يعني أصل القرى وكذلك آدم أصل البشرية فهذا أيضا جائز ومحتمل ويبقى أن ما قاله الطبري اللي هو العموم أيضا مقدم يمكن يكون مقدما ولا تعتبر مثل هذه الأشياء التي ذكرناها لكن هذه ممكن أن يستدل بها لهذه الأقوال المذكورة وهنا الآن الفائدة التي معنا أن الله سبحانه وتعالى لما قال لا أقسم بهذا البلد حدد لما قال ووالد ووولد أطلق يعني الآن لما قال البلد البلد واضح فيه تقييد لما أطلق الإطلاق كما قلنا يشقى سابقا دليل العموم الإطلاق دليل العموم فلما أطلق في قوله ووالد ووولد دل على إرادته العموم فما ذهب إليه الطبري أيضا جائز ومحتمل فهذا إذن خلاف وكل واحد من هذه الأقوال كما لحظتم له وجه وله اعتبار يعني له وجه وله اعتبار نعم هذه فيها إشكال هذه أحسنت نعم لا ما يحتمل لأن زي ما ذكرنا الأقوال كلها وردت في الإنسان فما يحتاج هو أن يقول كذا خلاص وقسم بكل والد ووالد يقوم من الناس ما يحتاج أن يقيد أصلا لكن أنا ذكرتها لك لكي تنتبه إلى هذه المسألة المسألة قضية العموم ما يتي واحد عندنا اليوم يقول الآية عامة تشمل جميع من يلد يعني من الإنس وغيرهم نقول له هذا غير مقبول حتى لو كانت اللفظة تحتمل هذا الآن تقول اللفظة تحتمله لكن هؤلاء يعرضون عنه ويتركون في جميع أقوالهم وهو قريب المأت ولا يأتون إليه في الدلال عنه ليس مرادا يبقى أن العرف أيضا نفس القضية أنا ذكرت لك اللي يمنع هذا كون ما ورد أي إشارة منهم في جميع اختلافات كلها مختلفة اختلافات كلها مبنية على كونها في الإنسان يعني كل اختلافات مبنية كونها في الإنسان ف اتفاقوا منهم على أن المراد في الإنسان هم اختلافوا في المراد لكنهم متبقون على أنها في الإنسان فهذا فيه إجماع من جهة وفيه اختلاف من جهة وهذا أيضا من بمان الأخ عبدالله ذكر ها مهمة جدا اللي قضية الإجماع الإجماع المستبطن في الخلاف يعني في بعض الخلافات تستبطن إجماعا إدراك الإجماع المستبطن في الخلاف هذا مهم جدا وبعض المعاصرين مع الأسف ممن يتعاطون لإعجاز العلمي أو يأتون بأشياء جديدة بنظرهم في التفسير لا يفقهون هذا الأمر فإذا احتجيت عليه بالإجماع قال يا أخي هذا في خلاف كيف تدعي الإجماع يعني لا يفهم هذا الإجماع المستبطن في ذلك الخلاف الآن الخلاف الذي بيننا على ثلاث أقوال فيه اتفاق وإجماع على أن المراد بالآية الإنسان ثم بعد ذلك اختلفوا في هذا الإنسان هل مراد به عموم الناس يعني عموم الناس الذي يلد والذي لا يلد أو آدم وذريته أو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته هكذا إذن يكون هناك عندنا خيط من الإجماع فلابد أيضا من إدراك هذا فهذا إذن لما نأتي بغير هذا القول فسيكون فيه نقض لهذا الإجماع نعم ما تشمل أحد فقط ذريته يعني لا تشمل إلا بغير ذريته فقط عام أوليد بالخصوص لا الذين كانوا قبله ولا الذين كانوا بعده أو معه ممن ليسوا من ذريته لا لا ممكن الطبع لتقصد ممكن سيكون هذا بحث آخر سيكون بحث آخر لكن لاحظ هذه قضية أيضا يشير لي ومنهجية في قضية هل الطبع يستوع جمع الأقوال طبعا لا لذكرتك قبل قليل رواية عن جرح بيل ذكرها ثعلة بيل لما يذكرها الطبع لكن الذي أريد أن نبع عليه أن بعض أيضا المعاصرين لما يأتي لنقاش مدى القضايا وهذه مشكلة يعني منهج العلمي مهم والمنطق أيضا السليم مهم جدا لما نأتي إلى مناقشة يعني إذا جئنا مناقشة قضية من القضايا يقول وما يدريك لعله قول لم يصلنا يعني هذه من الحجج الغريبة جدا لو نحن لو نحن فتحنا هذا الباب فإننا هدمنا الشريعة لأن كل واحد سيأتي ويقول وما الذي يدريك أن الرسول لم يفعله لعله فعله ولم يبلغنا لعل السلف فسر ولم يبلغنا نحن لا نناقش فيما لم يبلغنا نناقش في الموجود الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي ورديت لكم من إسلام دينه فلا يمكن أن يأتينا نقص في جهة الشريعة إطلاقا لا يمكن حتى في فهم كلام الله سبحانه وتعالى ولدأ أن أنبهكم على هذه المشكلة أراها في حجج بعض الذين يأتون بأشياء جديدة إذا ناقشتهم قال وما يدريك لعل الرسول سلم فسره ولم ينقل إلينا الآن هل تستطيع أن تثبت أن الرسول سلم فسر ولم ينقل أن تثبت أنه فسر ولم ينقل إذا تثبت أنه فسر ولم ينقل فهنا على أقل دخلنا في درجة في النقاش أما أننا نفترض هذا الافترار فأنا أستغرب وأنا لاحظت الحقيقة بعض من يناقشون خاصة فيما يتعلق بالعجاز العلمي إذا ناقشتهم يأتون بمثل هذه الأمور وهذه ليست حجة نحن نتعامل مع الثابت مع الموجود لا نتعامل مع شيء نتخيله أو يتخيله ويفترضوا الذهن وإلا لو جعلنا هذا حجة المتفق عليه عندنا كل واحد سيقول ما شاء ويقول ما يدرك لعل السلف قالوا بهذا ولم ينقل إلينا ولعل رضو الله عليه وسلم قال بهذا ولم ينقل إلينا هذا ما يكون حجة هذا فيه إبطال للعلم واضح هذه نعم أحسن الله إليك وقوله لقد خلقنا لسانا في كبد هذا هو جواب القسم وساق بإسناده عن قتاد قال وقع ها هنا القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد واختلف آل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه لقد خلقنا ابن آدم في شدة وعناء ونصب يكرمون قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن بي طلحة عن ابن عباس قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول في نصب وساق بإسناده عن الحسن أنه قال في هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في كبد يقول في شدة وساق بإسناده عن سعيد عن قتاد لقد خلقنا الإنسان في كبد حين خلق في مشقة لا يلف ابن آدم إلا مكابدا أمر الدنيا والآخرة وساق بإسناده عن معمل عن قتاد في قوله في كبد قال يكابد أمر الدنيا والآخرة وقال بعضهم خلق خلقا لم نخلق خلقه شيئا خلق خلقا لم نخلق لم يخلق لم يخلق خلقه شيء كذا عندنا عندنا بنون أحسن الله إليك ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن علي بن رفاعة قال سمعت الحسنة يقول لم يخلق الله خلقا يكابد ما يكابد بن آدم ما يكابد بن آدم وساق بإسناده عن علي بن رفاعة قال سمعت سعيدة سعيدة بن أبي الحسن يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد قال يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة طبعا هذا أخ الحسن البصري حسن الله إليك وساق بإسناده عن النظر عن عكر ما قال لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في شدة وساق بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في شدة وساق بإسناده عن عطاء عن ابن عباس قال في شدة معيشته وحمله وحياته ونبات أسنانه وساق بإسناده عن سفيان قال قال مجاهد الإنسان في كبد قال في شدة خروج أسنانه وساق بإسناده عن ابن نجيح عن مجاهد قوله الإنسان في كبد قال شدة وقال آخرون معنى ذلك أنه خلق منتصبا معتدل القامة ذكر من قال ذلك وسق بإسنادي عن من عباس من طريق العوفيين قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في انتصاب ويقال في شدة وسق بإسنادي عن أكريمة في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في انتصاب يعني القامة وساق بإسنادي عن منصور عن إبراهيم لقد خلقنا الإنسان في كبد قال منتصب وساق بإسنادي عن سفيانة عن منصور عن إبراهيم مثله وساق بإسنادي عن عبد الله بن شداد في قوله عن عبد الله بن شداد في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد قال معتدلا بالقامة قال أبو صالح معتدلا في القامة وساق بإسنادي عن إسماعيل عن أبي صالح خلقنا الإنسان في كبد قال قائمة وساق بإسنادي عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله في كبد خلق منتصبا على الرجلين لم تخلق دابة على خلقه وساق بإسنادي عن مغيرة عن مجاهد لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في صعد وقال آخرون بل معنى ذلك أنه خلق في السماء ذكر من قال ذلك وساق بإسنادي قول ابن زيد في قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد قال في السماء يسمى ذلك الكبد وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك أنه خلق يكابد الأمور ويعالجها فقوله في كبد معناه في شدة وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني الكبد ومنه قول لبيد يعين هل بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد نعم قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد كما قال قتادة قال وقع القسم ها هنا أي أنه هذا جواب القسم هذه عبارة تكثر عند قتادة في جواب القسم قوله وقع القسم ها هنا أي أن هذا جواب القسم كأن المعنى الآن والله لقد خلقنا الإنسان في كبد إلا أقسم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ويكون جملة وأنت حلم بهذا البلد معترضة بين القسمين تكون معترضة بين القسمين ليست من جملة القسم فأقسم على خلق الإنسان في كبد وكما لاحظتم أنه قول الجمهور على المراد بالكبد له ما يلاقي الإنسان من العناء والشدة يعني ما يلاقي الإنسان من العناء والشدة لو تأملنا الآن الأقوال أو القول الأول العبارات الوالدة فيها هي لا تخرج عن هذا المعنى لكن من اللطائف التي وردت قول سفيان الثوري عن مجاهد قال لقد خلقنا إنسان في كبد قال شدة خروج أسنانه الذي لا يفهم طريقة السلف في التفسير سيعترض على هذا إن لم يقع أيضا من بعضهم ضحك من مثل هذا التفسير وكما قلت لكم ليست المشكلة في القول المشكلة في فهمنا نحن إن الآن مجاهد هل مراده أن الكبد هو هذا فقط دون غيري الجواب لا وإنما هو أراد أن نذكر مثالا لما يحصل من الكبد يعني كان من الطفولة إلى ما فوقها يحصل الإنسان في مكابدة تتغير عليه أموره ومعلوم طبعا أن الطفل إذا بدأت أسنانه تخرج ماذا يحصل منه يكتر البكاء أو لا يعني يكتر البكاء مما يدل على المكابدة التي يعيشها من أجل خروج هذه الأسنان مما نبتها طيب فهذا القول هو القول الذي يعني عليه الجمهور وهو مواثق لحياة الإنسان وكأن فيه هنا جاءت الظرفية يعني كأن الكبد محيط بالإنسان لا يكاد يخرج منه وهذه قاعدة الحياة الدنيا لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار يعني دار امتحان وابتلاء ليس فيها أحد ينعم أبدا ولا فيها أحد يشقى أبدا وإنما الإنسان بين حال شقائن ورخة فإذا المقصود من ذلك أنه يكابد هذه الحياة يسعى للقمة عيشه يسعى لزواجه يسعى لأولاده فهو في سعي وهم دائم دائم في هذا النصب حتى يرجع إلى ربه هذا القول كما قلت لكم وكما ظاهر هو القول الأشهر والأظهر والذي عليه جماهير مفسرين من السلف والخلف القول الثاني في أن المراد في كبت أي منتصبا معتدل القامة يعني كانوا الآن وهم العبارة الصعد التي قيلت معناها أنه متجه يعني كانه عمود قائم وهذا قول آخر في معنى الكبت وهو يرجع إلى أيضا أحد المعاني اللغوية في معنى الكبت والعبارات أيضا بعض العبارات التي وردت فيها إشارة إلى اعتدال خلق الإنسان لكن هذا الاعتدال الذي في خلقه أنه منتصب على قائمتين وهو ذاهب صعد ليس كالحيوانات تكون إش أفقية وإنما يعني الإنسان برأس يعني تصاعدي وهذه الحيوانات أخرى إش أفقية فكانوا يقول لقد خلقنا الإنسان معتدل القامة متجها إلى السماء وهو معنى قول صعد الذي أيضا روي عن مجاهد في من رواية مغير عن مجاهد قال في صعد والقول الثالث أن المراد بكبد السماء أنه خلق في السماء قال لقد خلقنا الإنسان في كبد فجعل يعني يفهم منه أنه جعل من أسماء السماء إيش الكبد يعني أنه كبد على ذلك تكون اسم من أسماء السماء ونحن نعرف لقوله من الشمس في كبد إيش السماء في وسطها لكن هذا الآن ما نقول عن ابن زيت قال في السماء خلقه ثم قال خلق آدم في السماء فسمي ذلك الكبد يعني خلق آدم في السماء فسمي ذلك الكبد هل مراده طريقة خلق آدم أو أن الكبد هو السماء هذه محتملة من خلال عبارته لكن أيما كان نلاحظ الآن انفراد بن زيت انفراد بن زيت في هذا المعنى كانفراداته له انفرادات أكثر يعني كثيرة جدا لو جمعت انفراداته عن تفسيرات السلم سنجد يعني جملة من الانفرادات التي انفلت فيها بن زيت فستكون إذن عندنا من ناحية الترجيح لا شكل نافيش في آخر القائمة مما ذكره يبقى عندنا الآن الاختلاف في المعنى ألا نلاحظ هنا الآن أن ابن عباس مثلا ورد عنه أن المراد في كبد في نصب وكذلك ورد عنه أيضا في كبد أنه في اعتدال القامة وكذلك أيضا ورد عن غيره مثل أيضا مجاهد ورد عنه الإشارة التي ذكرناها قبل قليل في قضية شدة خروج أسنانه وأيضا أنه منتصب مما يدل على أن المعنيين عندهم محتملين محتملان أن المعنيين عندهم محتملان فيحتمل هذا المعنى وهذا المعنى معا لو نظرنا الآن إلى هذا التواطئ في معنى كبد يعني خلقنا الإنسان منتصب القامة مكابدا لشدة الدنيا هل في المعنى إشكال الجواب ليس في إشكال فتكون إذن كبد هذه لفظة متواطئة تصدق على القول الأول وتصدق على القول الثاني وليس بينهما تعارض فيمكن قبولهما معا ولعلنا نقف عند هذا سبحانك الله وحمدك نشهد الله إلى نفسه ونقاطب عليك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلعيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجذيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر